أسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صغاط مستقيم تنزيل العزيز الوحيم لتنذر قوم مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من انتب عن ذكو وخشي ورحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآساوهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوسلنا إليهم سنين فكذبوكما فعززنا بثالثه فقالوا فعززنا بثالثه فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أعزلوا وحمالوا من شيء إن آتم إلا تتذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيونا بكم لإن لم تنتهوا لنغجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكوتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجوا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطغني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلغة إن يردني وحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقزون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بوبكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفوا لي وابي وجعلني من المكومين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا موزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسوة على العباد ما يأتيهم من وسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يغوكم أغلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبابا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجعنا فيها من العيون ليأكلوا من سمغه وما عملته أيدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسراج كلها مما كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النغار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دوناه منازل حتى عادك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النغار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا زرريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقذون إلا وحمة مننا ومتاع إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات غربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما غسقهم الله قال الذين كفرون قال الذين كفرون للذين آمنوا أنتعب من لو يشاء الله أطعب إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينسرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهو يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أغليهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى غبهم يوصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكهون هم وأزغاجهم في جلال على الأغائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب وحيم وممتاز اليوم أيها المجرمون ألم عاغد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن عبدوني هذا صغاث مستقيم ولقد أضل منكم جبل كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفغاغهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبعوا الصغاة فأنا يبصنون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا ياقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يغو أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذلناها لهم فبنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يوصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جوت محضرون فلا يحذوك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يغل إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشأها أول موه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذ غناء والفيداء أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أغاد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون